موسيقى 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 المترجم سلخص فقط سلخص فقط كاملة صافة موسيقى سلخص فقط موسيقى سلخص فقط نحبب لهم هذه الطريقة لكي نحاولوا نحافظوا على هذه التراث التي نلاحظوا أن المدينة من الناس في التعميش نحن والإخوان والطائفة والحباب الله دارني تفيد ولكن هذه المشيرة إن شاء الله ستمشي و ستبقى الخالف و ستبقى الخالفة في الطريقة العساوية نتمنى أن يكون خالفة في الطريقة الحدوشية ما هي المواسيم التي تشاركت فيها سياد؟ هناك المواسيم مثل مدينة قصيرة، موسيمة طنجة، مكناس، فاس، زرهون نعم فاس، مكناس كل ما ذكرت و إذا أريد أن ترتاح و تجد نفسك في هذا الموضوع أو في مدينة مكناس سيدي علي من حمدوش والطريح بالضبط وهي الزاوية الأم هي الأولى رأيكم واحد من أنك القول الرحدي أنك مغرب كلك يجمع بزاوية الأم هاتو ما شوط أسيلة، شوطانجة، شوط ثاس و ما شاء الله ستلقى طائفة أخرى إن شاء الله ستكون لهم موجودة طائفة للمدينة فاس تعالوا بكتبوا عبد الرحمن العمراني ومراكشي من مدينة فاس نحن نقدم مصطفى من مدينة أصيلة ماذا إن شاء الله ستكون نقدم ستيتوك و نقدم مدينة طانجة و هو الحال كنلقى رحتي مع هالناس مع جميع الزاوية التي تبع الطريقة الحمدوشية أي في طانجة، أي في أصيلة، أي في تارودات، أي في مراكش أي في فاس، أي في مكناس يعني، كل من هو صوفي و موحي بالطريقة الحمدوشية كنلقى معه الحال و كنلقى مع الله نعم، كان شكرك صدقك ألا أذكرت أن نبدأ من نبدأ هذه الدكارات التي تذكرون في مجمعكم شكراً و كانت نقطة أخرى نتمنى أن هذا يعني المسؤولين 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 بالطورات يحاول أنهم يعني يقنونهم اللي يمقنن يعني يدخلته يعني يعني يعرفوه للناس نتمنى المسؤولين أنهم يعرفوا هذه الطريقة للناس لأن كنقول أنا علاش طارب الأندلوسي ونوطي في النوطة الملحون كذلك والنتال حتى أنت عندهم شيئا تتعزف النوطة نتمنى أنها حتى تتولي تهيا سوى الفيج تقرأ سوى الفيج باش تزيد تنمى وتزيد القدام السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه السلام مصطفى أحلالون يقدم طريقة الحمدوشية في مدينة قصيرة والزورية الحمدوشية نحن نجي ونشاركو هنا كنونسان دينا سيدلالين الحمدوش كل سنة كان نشاركو القصائي دينا وكننجي وطائفة دينا كنلا وحيو الموسين على باقي غواعد أخرى زوايا كانت زوايا مدينة قصيرة كانت شوية باستمتدت كثيرا في المدينة قبل أن يأتي الموسيقى مولد النبو الشريف كانوا بزاب الطائب قبل أن يعودوا أسطاعش الطائبة لحمد شام جميعا لأنها أصيبها جداً في المدينة بوادي فيها لكل بابها عند الطائبة الحمد للشيئة فيها وكي يأتي الماوكي تهدوا الطائبة ومور طائبة وذيكشين داكين داتا وكاكين قاسين قاسمين وحنمهم قوانوا وقد طيبوا أحداً بعد أن نقاش نكشي شي حامين ما كنا نتحج بضنا عنا المجموعة بغيرة على التورات الحمد للشيئة ومع المجموعة الشيئة اقترحنا نكون ونوحة المجموعة حد الجمعية يعني نحيوها التورات وعملنا الزويا وذينا كانوا نحنموا الإخوان وإحنا غادي نبارك إن شاء الله ودهب المدينة وكينا الناس محتشين من ذلك الحمد للشيئة وحائلة محمد شام الأقض شاءوا دهب معنا ونحن إن شاء الله بطريقة الحمد للشيئة ونشاركوا المواسيب وموسر مثلاً يتقام كل جهة كمين موسر ديالو وكيعدون كيعدون الطوائق موسر جلو كيدا بطريقة الحمد للشيئة كم بدأوا بحزب يلولي صالح الشيخ العرب سيدهليم حمدوش قرارو ديالو كم بدأوا بقصاعد قصاعد الحمد للشيئة وموسر بطريقة الحمدوشية المدحة الواصل صلاحيه وموسر بطريقة الحمد للشيئة كل شيء من قصاعد كمين قصاعد الدينية وقصاعد أغلبها جلوها مدحة الواصل صلاحيه وفي هذا الشهر المبارك كان الموسم كم موسم كبير هنا في سيدهليم حمدوش كم يقوم بطريقة الحمد التميس وفقية كم قصاعد هناك من قصاعد خاصة كم من قصاعد كم من قصاعد كم من قصاعد أصلاً تصرف وقد اغلبت أبنى عن جداً كم سيئة من الحق هذا الفقراء فقراء كان نقوله نحن فقراء عبالله والموريدين في الزوايا وقال ذلك شيء مثلا دات هرش وقال بالله كان نقلبون وقصيدات 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 حفظون وقصيدات وقياسات والفضل كامل كان مقدميه اللي غادين غادل غيرها في الحمد وشي وقال شيء مدهتار وكان شيء هنا نصيده علي بالحمدوش المؤسم الشيخ بطريقة الحمدوشية سيد الجمال يرحب بنا ورحب جميع الطواعب وكان لين وكيفض المجهود كبير هو الشرفاء بشيء السمعة تبقى سمعة دينية كايش يوحد الله سمعنا بمعفو عليهم ويأخذوا ذكرها أما هي الطريقة صوفيا والولي الصالح كان الناس كيأخذوا منه العبار وكان يقدم دروس الدين والوحد والإرشاد ونحن في القيمة الموسيق بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أرحب بالسادة الحفاظ طاقم الصحابة لأصوات الإلكترونية التي اشترفتنا بحضورها في هذه الليلة المباركة ليلة التي تنحسك بها غداً لذكر هذا الولي الصالح السيد علي بن حمدوش ولا شك أن هذه الدكرة سستقطب العدد العديد من الزوار والزائرات من جميع مدن المغرب حيث أن هذا الولي الصالح كون طاقماً من المريدين حينما كان حينما اتخذ هذا الجبل مقراً لسكنها وبحكم هؤلاء الذين توافدوا عليه من جميع مدن المغرب من شماله وجنوبه شرقه وغربه كلهم سجعوا إلى هذا الجبل وقضوا معه السنوات استفادوا من علمه ومعارفه هؤلاء كانوا نواة لطريقة هذا الولي الصالح حيث أنهم منتقلوا إلى جميع المدن المغربية فكونوا زوايا متنوعة بفضل من حضر أو بفضل من كان يستفيد من هذه الطريقة وهذه الطريقة حقيقةً كانت أولاً تعتمدوا على حفظ كتاب الله ثم هؤلاء الذين يحفظون من كتاب الله يتعلم يا أولاً يستفيدون من خطفقية ودينية ثم ينتقلون إلى تلك الزوايا فينشرون تلك الطريقة لهذا نجد أن عدداً كبيراً من الزوايا في جنوب المغرب وفي شماله وفي شرقه ولا زالت خائمة بفضل هؤلاء هؤلاء المقدمين الذين صهروا على ممتلكات تلك الزوايا كما أنهم كونوا طاقماً آخر استطاع أن يحفظ مثلاً ماطر ما خلفه لنا الأجداد ولهذا نجد أن هذه الزوايا كانت لها عدة خدمات فهي لم تكن زوايا للذكر واختلاوة القرآن والأملاح النبوية ولكن كانت أولاً سلة وصل بين الساكنة ساكنة الشمال والجنوب ولهذا أنتم رأيتم وسترون غداً إن شاء الله مجموعة من الطواهق هؤلاء يتبادلون الخبرات يتبادلون قصائد الملح هذه القصائد فيها كلها مدحة للرسول عليه أفضل الصلاة وأذكى السليم ولهذا نجد نجد أن الزوايا كانت تتقوم ليس بمثل بالتعليم والحفظ إلى أخير ولكن تتقوم بمعينة خدمات فكانت ملجأ للمرضى خصوصاً أنه قبل الدخول للإستعمال الفلسطي لم تكن المشفيات التواجد أو المناجئ الخيرية إلى غير ذلك ولهذا كانت الزوايا تتقوم بهذه الأضواء كمقر خيري تستقطب مجموعة من الفقراء كما أن هناك لهم تجربة في الخدمات الطبية يقدمون مساعدتهم للمرضى المصابين والذين يفيدون إلى هذه الزوايا كما أن هذه الزوايا هذه الزوايا تخلق نشاطاً سجارياً لهذه المنطقة يستفيد من ساكنة البلد ساكنة البلد وكذلك يستفيدون منها كل التجارين متواجدون مثلاً بمدينة القريبة منا ولكنهم يفيدون من جميع المدن المغربية فمعنى هذا أن الزوايا لها ضور كبير ضور تجاري ضور اقتصادي ضور تواصل ما بين الساكنة حيث أن الشيء الذي يجب أن يعرفه الجميع أن هذا الولي الصليح سخد مقره في هذا الجبل وهو بعيد بعيد عن البحر حيث أن الهواء هو هو صحي كما أن مياه وعدبه زيادة عن أن المنطقة بعيدة بعيدة عن الضجيج التي تخلق مساعب للساكنة ولهذا نجيل أن في الموسم يفيد واحد مجموعة كبيرة من جميع المدن المغربية من الشمال والجنوب وخصوصا المدن الساحلية التي تسأثر ساكنتها بنطوبة البحر ولهذا نجيل أن هذا الولي الصالح أو هذه الزاوية لا كن الفخد لأن مويل السيد علي بن حمد يوسف وعاصر المولاء إسماعيل رحمة الله عليه السلطان العظيم كما أن مولانا مولانا مثلا جلالة الملك الحسن قدس الله وروحه وكذلك ووالده مثلا جلالة الملك الحسن الثاني أعطت علماته لماذا لبناء المسجد الحسن هنا بهذه الزاوية وهذا المسجد أقيم لأداء صلوات الخامس ليحفظ به كتاب الله ويتعبد فيه كل منظار هذا الضرق وقد بني هذا المسجد أي مسجد الحسن الثاني مثلا بهذه الزاوية بعد بناء المسجد المولاء إدريس في الزرقون لهذا نجد أن هذا المسجد كان لهنوات من قبل حيث أننا كنا نتعلم ونحفظ كتاب الله هنا كما أن آبائنا لأن المدارسة لم تكن موجودة مثلا في عائل أبائنا وأجدالنا ولهذا كانوا يحفظون كتاب الله ويتعلمون مثلا ويستفيدون من العلوم والمعارف ولهذا فقد أدت أدواراً متنوعة ولا زالت تقدم هذه الأدوار فأنتم ترون أننا نستضيف العدد العديد من الطوائف التي تجد إلى زاويتنا نستقبله بكل ترحام ونستقبل كل من ظاهر لهذا نجد أن الزيارة أما لكل ظائر له متطلبات له أمان ورجاء فهو يأتي إلى هنا منا من يأتي لطلب الشفاء ومنا من يأتي لطلب أعلائيه كل واحد من من يتجه إلى الله الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتجه إليه لأنه قال دعوني أستجيب لكم فهؤلاء يأتون إلى هنا أولاً ليشاركون في أفراقنا ويشاركون في اختفالاتنا كما أن كل واحد له مطالب ورغبات ونحن ندعو للجميع ندعو لكل من جاء إلى هنا إلى زاويتنا ندعو له بماذا؟ بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأمان وكل ما يرجو إذا كان به مراق فنحن نرجو الله أن يشافيه ويعالجه إن كان يحتاج إلى وظيفة نرجو الله أن يحقق أرجاءه وآماله إذا المعنى هذا أن الآمان تختلف من ظائر لآخر ومن ظائرة لأخرى ولهذا يجمع هنا مثلاً كل سنة هذا الموسم خصوصاً أن المواسم لم يكن هذا الموسم الوحيد والفريد هنا مثلاً وإنما المغرب كل منطقة لا تقصها ولا مواسمها ولا موسمها فالمغاربة من عادتهم أنهم يستمعون لماذا؟ ليفرحوا ليفرجوا عن مثلاً عن كل ما يعانونه من مزاعب ومزراق لأن الحياة كلها سعب سعب كلها الحياة كما قالها مثلاً لهذا أولاً نحن نرحب بكم جميعاً ونرجو لكم مكاماً طيباً لزاويتنا ونرجو الله أن يحقق أنتم لكم رجاءكم ولكل من أرسلكم ومثلاً 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 هناك نشر لأن الشيء الذي يجب أن يعلمه الجميع والتعرفون وأنتم بدوركم وأنتم تشايدونها وأنتم كنتم بالزيارة لهذا الولي الصالح واطلعتم على مرافقه وعلى ما يحتوي إليه فتلاحظون أن الضريح عن الزاوية خاصة بسلاوة القرآن بالأمداح النبوية مثلاً بالأداء الصلوات في أوقاتها كما أن لو تقاموا مثلاً مثلاً حضرة حمدوشية وهذه الحضرة كما أضحتم أنها تبتبئ بالأمداح النبوية ثم يحببها مثلاً فمثلاً موسيقى خاصة والموسيقى الحمدوشية تختلف عن الموسيقى العساوية أو الهنوية أو كل أنواع الموسيقى فلها أنغامات ولها إيقاع فهذه الإيقاعات والأنغام تؤثر في كل من يستمع إليها ولهذا نجد في كل موسمين نضحي الناس بأشغالهم ويعطون لمشاركتنا في هذه المتالة في هذا الموسم حيث أن أن كل من زاره هو في الحقيقة يكتشف عالم الآخر يكتشف أولاً الهدوء يكتشف الهواء إلى الهواء النظيم يكتشف مثلاً في المياه العذبة فالرحلة فيها فوائد لاحصر له هذه الرحلة أن الإنسان يغير البشار والشجار والحجار وكل ما ترى وعينه فهنا منطقة الجبلية منطقة كما تلاحظون منطقة عالية ولهذا اختارها أنواع سيد العلم الحمدوج وقبل أن اختار إدريس الأول مهمية المدينة الوليلي لتكون مقراً لا كما أن الرومان لماذا تعتقدوا مثلاً وليلي لتكون حاصمة لهم رغم أن قطعوا مجموعة من المدن المغربيات مثلاً مثلاً كثيمة طنجة أصيلة لأنادول عرائق ولكن وليلي كان صمار القوزان لأشجار الزيتون التي تعطي الزيت التغذية وإنارة فبترول الذي نعاصره الآن هو الزيتون الذي كان في عصر الرومان كما أن هذه المنطقة كانت كثيرة التين والعناب وتعرفون أن التين والعناب يجفف ويعصر منهم وتتعصر من القمور ولذلك هذه الخيرات تنقل إلى روما وإلى الدول والمجاورة لها كما أن ماذا يحيط مثلاً ماذا يحيط بزرهون سهول الغرب وسهول السيس ويمناطق كلها كلها مناطق فلاحية تضر الخيرات ترجمة نانسي قنقر لك